السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد لو اول مرة تشوفوني انا اسمي ناجوة سالم ودي قناتي فضلا وليس امرا للي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدوس على كل عشان يوصلوك وكل جديد مني ان شاء الله النهاردة كده قررت ان انا اعمل العيش الفينو في البيت هعمله باقل التقاليف بطريقة سهلة جدا كمان هيطلع ناجح مليون في المية محتاجين في الطريقة بتاعتنا النهاردة من 3 كبات لتلاتة ونصف من الدي بنخل الدي كويس جدا وبعد كده بروح حطها في البولة بحط عليه معلقة من السكر معلقة صغيرة معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين صغيرين من الخميرة الفورية ممكن احط المعلقة كبيرة من الخميرة الفورية بس الخميرة الفورية بحطها للمعلقة مش مليون اوي بقلب كل المكونات الجافة كلها مع بعض يعني انا كده حطيت مكونات الجافة كلها مع بعض وبقلبهم كمان محتاجين كبايتين من اللبن حاجة ان العجينة بتاعت دي باللبن مش بالمية اللبن طبعا بيديها طعم حلو جدا جدا بحط اول كباية بحطها مرة واحدة اللبن هنا لازم بيكون بدرجة حرارة الغرفة تاني كباية مش بحطها طبعا مرة واحدة بحط كل شوية شوية يعني كل ما بحتاج ان العجينة محتاجة لبن بحط لها بالتدريج يعني لحد ما خدت نص كباية يعني انا خدت في الطريقة بتاعت دي او في العجينة بتاعتي خدت كباية ونص من اللبن بعد ما عجنت كويس جدا بعمل ايه؟ حطيت بياضة بيضة بصوا المفروض انا كنت حطيت البياضة البيضة امتا؟ كنت حطيته معدي قبل اللبن مباشرة بحط بياضة البيضة بس انا بصراحة نسيت في حطيتها دلوقتي مش هيجر اي حاجة يعني هقول له في العجينة يعني من النهاية بعجينها وبعد ما بعجينها طبعا محتاجة كمان معلقة من السمنة السمنة برضو بتكون بدرجة حرارة الغرفة البيض والسمنة واللبن بيكونوا بدرجة حرارة الغرفة حطيت السمنة وبرجع ايه؟ اعجن تاني بعجن عجينة طرية ومتمسكة بعد ما بعجن العجينة كويس بعد كده بسيبها في مكان دافي ترتاح او تخمر معنا صح ان احنا حبتين فيها خميرة فلازم بها تخمر بسيبها تخمر وبعد ما بتخمر وكل حاجة بابدأ بعد كده اقطعها زي ما انتو شايفين كده العجينة وصلت تمام وكل حاجة وكده كانت العجينة بتاعتي خمر بعد كده هبدأ اقطعها عايز اقولكم طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا مش بتاخد وقت خالص هنا بطلع العجينة وهافرد العجينة زي ما انتو شايفين كده بس اذا قبل ما بفردها هقطعها هقطعها الاجزاء ممكن تقطعيها بالشكل ده بس انا بعملها كده ورح جايبها السكينة ورح ما قطعها كده طبعا وانتو بتقطعيها لازم بتراعي انك انتو تقطعي الاحجام قدي بعض فهمت ازاي؟ عشان تطلع كل كورة قدي التانية بقور كل الكور بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبعد كده بسيب الكور ترتاح حوالي دي اتين او تلاتة وبعد كده ببدأ افردهم بتجيبي نشابة بتجيبي اي حاجة وتبدأ تفردي اول كورة قطعتها هي اول كورة ببدأ افردها بافردها كده بالشكل اللي انتو شايفها كده وبعد كده بروح لماها بايدي وبعد كده بأفلها يعني بعملها رول وبروح مأفلها الجزء اللي انا قفلت فيه هو ده اللي انا بحطه في الصينية بحط الصباح كده في الصينية وروح حطه على الجزء اللي انا قفلت بيه بعمل كل الكمية اللي معايا بالطريقة دي طريقة زي ما قلتلكم سهلة جدا وبسيطة جدا جدا بالشكل ده وكمان بروح جايبه الصاج واروح دهنا الصاج سامنة زي ما قلت قبل كده اننا الصاج بحبه تهينه دايما سامنة مش بحبه تهينه زيت الزيت بيا جماعة بيلزق السامنة مش بتلزق بصوا حبايب قلبي البيضة اللي احنا اخدنا البيض بتاعها طبعا الصفار لسه موجود مش هنتخلص من الصفار ولا هنرمي الصفار ولا اي حاجة هنخليه احنا محتاجين الصفار هنحتاجه في ايه بصوا انا صورت وكنت الجزء ده بس مش عارفة ما تحفظت ولا ايه بالضبط المهم ان احنا بنعمل ايه بالصفار بحط على الصفار سنة خل وبحط عليه معلقتين من الحليب وبقلبهم مع بعض كويس جدا زي ما انتو شايفين كده العجين اقطعناها وكل حاجة بعد ما بنقطعها بنحطها في الصاج بنحطها في الصاج وبسيبها بعد كده تختمر تاني يعني كده العجين بيختمر تاني بعد ما يختمر تاني وكل حاجة اكون مولاة على الفرن وحطه في الفرن اروح جايبها الصفار بتاع البيضة ده وادهن كل الوش بس طبعا وانت بتديني لازم بتديني بالراحة بادهن الوش كله بالصفار زي ما انتو عارفين كده يعني كلنا عارفين بني دهن ازاي والكلام ده كلنا زي ما انتو شايفة كده انا عملته كده وقبل ما حطه في الفرن كمان عملت ايه دهنت الوش كله بالصفار مش هيزفر عشان انت حطه فيه خان بعد كده بحطه على الفرن وبعد ما بيستوي بكل حاجة وصلنا للمرحلة دي الفينو كان معايا جهز زي ما قلت لكم عملت باقل التكاليف المكونات كلها موجودة في البيت عايز اقول لكم طلح طحفة طري جدا الطعم خرافة بجد الطعم حلو جدا جدا وده يهميني الطعم يهميني كمان الشكل زي ما انتو شايفين كده شكل حلو جدا الطعم حلو جدا بجد طحفة كمان تقدروا تتحكمه في حجم الفينو يعني انت لو عايز الفينو حجم كبير بتقطعي قوار كبيرة عايزها حجم صغير بتقطعي قوار صغيرة دي في ايدك انت وحسب رغبتك انت تاني حاجة عايز اقول لكم عليها ان انا عملت الفينو ده بديه عادي خالص يعني انا لا جبت دي خاصة بالمعجنات ولا دي متعدة الاغراض دي عادي خالص خالص لو شفت الفيديو بتاع الغلة او غسيل الغلة اللي انا نزلته من كام يوم الغلة بعد ما اتطحنت وكل حاجة انا عملت من الفينو يعني دي عادي خالص لو عايزة كمان تعمليه بديه المعجنات بيوديه حتة تانية خالص خالص بيطلع جميل جدا ومع ذلك اللي انا عملت ده طلع طعمه جميل جدا وهش زي ما انتو شايفين وطري بجد بيطلع طحفة مش عايزة اقول لكم ان هو طلع قد ايه طلع جميل اتمنى النهاردة الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش فضلا وليس امرا تعملوا لايك للفيديو تكون منت حلوة تصالوا فيه على النبي عليه الصلاة والسلام وتحياتي نجوة سالم ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده هنحشي